كابتن اسامة احنا مستمرين معاك ايضا حمز علاء حارس مارمى فريق شباب النادرالي حمزة انا برحب بك وبالمناسبة كابتن اسامة حمزة من اللايبة اللي كان حريص انه على الرغم من التواجده مع الفريق الاول انه يكون موجود النهاردة مع فريق الشباب حمزة بحقيق على المباراة وفوز مهم اعتقد بالنسبة لكم في بداية المس طبعا الحمد لله وبوصل سلامي لكابتن اسامة وكل ديفو في الستوديو ويعني الحمد لله طبعا اول مارش واول مكسب وان شاء الله يبقى بداية خير وابداية موسم موفق باذن الله حمزة يعني اللعيب اللي بيطلع للدرجة الاولى بيبقى عنده ضافع اقل شوية انه ينزل لعب مفريق الشباب اعتقد امر مختلف بالنسبة لك لا طبعا يعني انا بالنسبة لي طبعا يعني وجودي في الفريق الاول ده حاجة تزدني شرف وفخر ويعني حاجة طبعا عمري ما يعني ما هتبقى بالنسبة لي كده حاجة عادية خالص بس انا بالنسبة لي طبعا اللعب حتى بالنسبة لأي حارس مرمى اللعب ماتشاط ولعب واني وبرجلك في الملعب هي اللي هتحسن مستوك وهي اللي هتعليك وهي اللي هتوصلك للفورما وهي اللي هتقرب مستوك بين الناس اللي فوق وهي اللي هت هي اهم حاجة بصراحة يعني الحارس المرمى من غير ماتشاط يعني كأنه مفيش كابتن شريف عبد منهم قال كلمة كبيرة في حقكم كالعبي قطاع ناشين قال انا بتطمن دلوقتي وانا بتفرج عليكم كالعبين كحامزة واللعاب الموجودة قال انا بيديني اتأمان واتنقنان على مستقبل النادلال طبعا ربنا خليك يا كابتن شريف دي حاجة تزدنا كلنا فخر يعني ومتشكرين على الكلمة الجميلة دي ويعني كلام زي ده بصراحة بيدينا دفع يعني ان احنا نبقى على طول عند حسن ظن الناس ونبقى على طول في احسن مستوى لنا ويا رب نفضل كده دايما بإذن الله ونفضل من مكسب لمكسب دايما يا رب كورك يا حامزة وبطوفي دايما كابتن اسامة دي كانت لقاءاتنا مع اللعب فريق شباب النادل الاهلي عقب الفوز على فريق الشريعة للدخان بخمس اهداف نظيفة من جديد تعود الكلمة لكابتن اسامة